احشيتنا امدل تعدالي معاكم نفس عمل مقدمة افتكر بها الامدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي طلابي عاملين ايه يارب تكونوا بخير في البداية بس انا عايزك تعمل لايك للفيديو عشان خاطر يوصل لأكبر عدد من الناس وممكن زمالك يستفادوا منه ولو انت بتتفرج عليها المرة الاولى فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصل لك كل الفتاة الفترة الجيئة ان شاء الله النهاردة ان شاء الله هتكلم عن قاعدة اف الحالة الاولى وكده انا شرحت حالتين وهيفضل معايا حالتين وان شاء الله هناخد بعد يوم تطبيقات على كل الحالات ولو انت عايز تتفرج علي الحالات دي بالتفصيل فما تنساش ان انا شرحت من قبل كده في تلتة اعدادة النهاردة بكل بساطة من غير كلام كتير انا عايزك تاخد بالك من فعل الشرط وجواب الشرط يعني عايز تاخد بالك من زمن المضارع البسيط وزمن المستقبل البسيط اللي نجس فيهم كاملوا في الجملة قبل ما ادخل في الشرح بس انا عايز ااخد من وقتك دجيجة واحدة بس افتكر بها المقدمات اللي انا قلت بعملها في تلتة اعداد لان الايام دي كانت جميلة جدا صراحة يعني ياريت بس تدخيلوا معايا الموقف اللي انا احكي عليه ده لانه هو روتين لحياة كل واحد فينا الخط يفصلوا هما بيتكلموا هما الاتنين بيتصلوا ببعض في نفس الوقت فبيديهم الاتنين مشغول بيكفلوا ويجربوا تاني في نفس الوقت فبيديهم برضو مشغول هما الاتنين بيفهموا انهم بيفكروا نفس التفكير وان الشخص التاني بيحاول يكلموا فبيتصلوا ببعض في نفس الوقت فبيديهم مشغول يكملوا السنين اللي فضلة في حياتهم محبوسين في المكالمة ويموتوا طبعا مش هشرحها عشان شرح هيتول بس انتوا فهمتوا يلا بنا عشرها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي احبابي اصحابي صف الاول السنوي اهلا بكم من جديد وتكملت الجزء الثاني من قاعدة F والنهاردة معنا الحالة الاولى من قاعدة F عذر ان شبهات طبعا انا كان بالحالة السفرية فانا ملحكتش عدي للدرس اللي فات فهي الحالة الاولى من قاعدة F وليس الحالة السفرية ندخل طبعا ايه معنى حالة اولى نسف يعني كل مرة تمام هتفهم هتفهم بس واحدة واحدة ايه ده علي طيب نتيجة الموقف ده نتيجة الموقف ده اللي هو موقف في المستقبل في احتمالية حقيقية في احتمالية حقيقية ان الحالة اللي انا بتكلم عنها تحصل طيب ما فهمتش ايه الرقة دي تمام ايه ده بس عشان خطر نفهم طيب لو انا قلت لك مسلا لو انا فزت بمليون جنيه الموقف ده هيكون حقيقة في المستقبل صح هنا في المستقبل انا ما فزش دلوقت انا بتوقع ساشتدي سيارة مبنى عليه النتيجة النتيجة دي احتمالية حقيقية في المستقبل تمام ياريت بالمثال ده تكون افهمت يعني ايه برضو واحد يقول لي طب افهم من كلامك ده ان انت بتتكلم عن حقائق يعني عايز استخدم معي مطارع بسيط اه يا سيدي اللي نقول عليك احسنت تمام كده طيب بس الحقاق دي محتملة الحدوث امتى في المستقبل ما انا بقول لك لو حاجة حصلت في المستقبل هتحصل حاجة مترتبة عليها يبقى انا هنا كمان باستخدم زمن المستقبل البسيط اللي هو يبقى فيه امكانية حدوث عشان كده طبعا انا باستخدم مدرع بسيط عشان خطر مرتبط بشواء حقاق ومرتبط بشواء مستقبل يبقى مدرع بسيط مع تمام كده يا سيدي يا رب تكون انفهمت تمام يبقى احنا بنفكر في حالة معينة او موقف معين هيحصل في المستقبل ان شاء الله نتيجة على الموقف ده في احتمالية حقيقية انها تحصل وهقول لك الكلام ده كده في ملخص او حقيقة كده بسيط هتفهمها دلوقت ان شاء الله التكوين بتاعنا همشي كالقاتي زي ما انا قبت لك فوق هناخد اف ملاحظة بس ناخد بالنا من حاجة كده بسيطة اني اللص بمعنى اف ناط واتكلمنا على الكلام ده في التالت عدده عشان خطر ما نقولش الكلم ده تاني تمام مثال if you work hard او if he works hard he will earn a lot of money خلاص لو الراجل ده عمل بجد سوف ان شاء الله هيجني مترتب عليها في المستقبل ده كله تمام مترتب علي لو عمل حاجة ده هيحصل حاجة دي تمام بتسوي بالزبط اللص لالص معناها if not يعني اذا لم تمام طيب unless he works hard اذا لم يشتغل بجد he won't earn a lot of money هو مش هيجني المال ده تمام يبقى عرفت انت كده انت تطالب اقول السان قوي خلاص افهم دلوقتي اللي تنين درمي سوا بعض ازاي تمام طيب السؤال بهل طبعا هنكونه كالقاتي وطبعا عازة اركز لك على حاجة مهمة ان السؤال بهل دايما مش بيكون في جزء اللي هو فعل الشرط بيكون في جواب الشرط بيقول لك او اللص عادي جدا will present simple او simple present will plus subject plus infinitive مسال على الكلام ده if he works hard will he اهو الجزء اهو الجزء اللي اتكلمنا عليه بعيدنا عن جزء اف خالص يبقى will فاعل فاعل في المصدر الله عرف معني تمام وياجوز برضو اللي تجي في الاول يعني الجملة بتاعتنا بس سهل تجي مع اف لا عمره ما تجي مع اف اف لوحاتيها خالص 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 كده مضارع بس وهنا will فاعل 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 في المصدر ركز معا في المحظرين زي ما قلنا طبعا اننا منستخدم الحالة دي لما نتكلم ها عن موقف او مواقف قبلة الحدوث في المستقبل حيه ان شاء الله ممكن اننا تحصل في المستقبل بس بلنا الحاجة معاينة طيب يا سيدي ماشي بص كده مثال ده if i haven of money لو انا عندي فلوس كتير اهل بايكار هاشتري عربية اهلو معي فلوس كنت اشتريت عربية تمام طيب سؤال باجه هل في الحالة دي هل بنستخدم ويل بس؟ يعني الحالة الاولى اللي بكلمك عليها دي هل لازم ويل معك؟ لا اهده بس؟ شوف باجه هنستخدم ايه؟ الاجابة ممكن نستخدم بدلها شوية حاجات اللي هي ممكن نقول شد ممكن نقول كان ممكن نقول مي طبعا حط مين يا سيدي؟ هتحط مين؟ انت مانيش دوا بعتحط مين؟ انت اللي حكمك هنا المعنى يعني انا مثلا بستخدم كل واحدة من دول مثلا لو اعبر على القدرة طبعا كان بتعبر على القدرة احتمال مي مثلا اه نصيحة شد ضرورة مصد تمام؟ ده كله بيكون ان شاء الله في المستقبل وده بيكون في جملة جواب الشرط اللي هي بدل من الول لكن if ابعد منها جملة ايه؟ جملة فعل الشرط خصة بنفسها مثلا الكلام ده if you feel tired او يا سيدي انا هنصحك هنا you should ما قولتلكش باجه ايه؟ you will خلاص يبقى you should stop the car and take a rest خد راحة تمام؟ if i want to come first اعزاء اطلع الاول i must study hard انا هنا بدي نصيحة نفسي نصيحة قوية تمام كده؟ يبقى خلاصة من حتى دي طيب نركز بكا في الملاحظة اللي انا هقولك على دي if will اعداء بعض ما يجمعوش في جملة واحد او في حتة واحدة كده ما يجمعوش بعض في حتة واحدة تمام؟ مش بيكون مع بعض في جملة واحدة اللي بيكون مع if المدرعة البسيط بص كده معا if احمد او عبقل will لان if will اعداء بعض ارميها في الجملة التانية يبقى if احمد اهو مدرعة بسيط calls me i'll tell him the truth هقول له ان شاء الله الحقيقة طيب يا سيدي ركز بقى معايا احنا اخد ملاحظة جميلة جدا المحظة رقب اثنين الفرج ما بين كلمة if و in case عشان الخطر في المعنى لما نيجي ان ترجمهم ما بيبانوا كأنهم زي بعض لكن المعنى غير خالص يا سيدي بص كده معايا معنى if ده معنى ايزا اهم ممكن تجيب معنى لو عادي جدا معناها بقى المعنى بتاع الجملة نفسه ان الحدث ده سيقع هيحصل ان شاء الله بس بشرط لازم يكون في توفر شرط معين اشان الخطر يحصل الحدث ده طيب تجي بقى معايا معنى انكاس معنى انكاس معنى في حالة ليه معنى كده في حالة وتعني بقى القيام بشيء تحسبا للحاجة اليه مستقبلا لا يا عم الكلم عربي وكبير وانا مش فهم ايه حاجة طب تعالين افهم بالمثال يا سيدي طيب ممكن زي ما قلت لك تلاقيهم متشابهين في المعنى الى حد ما بيكون متشابهين في المعنى واللي اتنموا ممكن تستخدمهم في نفس الجمل بس هيكون معك معنى مختلف لا اديني مثال اشانا افهمك افهم يا سيدي I will take a coat ماشا يا سيدي خد الكوت بس بشرط if trains لو هي موطرت اه ايه ده يا سيدي يعني انت هنا استخدمت if قلت لي ان معنى الكلام ان انا هاخذ المعطف بس بشرط لو حصل المطر لكن لو موطرتش خلاص مش هفعل مش هعمل ايه حاجة دي اه طب قمال in case باجه لو استخدمتها في الجملة ده هيجل منظرها ازاي اهي نفس الكلام I will take a coat او هاخذ معنى in case it rains طب ايه المعنى كده يعني في حالة ان هي مطرت طب في حالة ان هي مطرت طب حالا نشوف كده معنى ان انا هاخذ المعطف على اي حال يعني سواء ايه مطرت او مطرتش انا اخذ المعطف تحسبا لانها ربما طمتر ودي دايما بتكون الامهات يا ابني خد مش عارف ايه معاك لربما لربما تحصل حاجة طيب مثال تان I'll buy some sandwiches if I feel hungry طب هنا ايه المعنى المعنى بقى انا لو شعرت بالجوع هاخذ معا سندوتشات مش عارتش لا مش عايز طيب تمام لكن لو قلت in case I'll buy some sandwiches in case I feel hungry اوه انا كده غصبا انا هاخذ سندوتشات على اي حال ربما سيدا جوعا مش عارف الفم المعزة ممكن يقول لي انا جعت في اي وقت خلاص اصيدي طيب يبقى يا رب تكون افهمت الملاحظة البسيطة الزريفة الجميلة دي طيب بركز معا في الجاي ملاحظة هتفيدك في سؤال او ملاحظات يعني ملاحظات مش ملاحظة واحدة بس هتفيدك في سؤال الاختيارات عندنا احنا طبعا سؤال الاختيارات معانا اما مدرع بسيط هي ما بتستخدم وال زياد الفرف المصر طيب المدرع البسيط بتستخدمه بعد F اذا كان جواب الشرط يتكون من احدى الصياغ الاتئة معانا كده شوات صياغ لو ما سات صياغ عايزك تكتبه موران الصيغة رقم واحدة لو في معنى infinitive مصدر لو في don't plus infinitive او never plus infinitive التلاتة دولار انت مطالب ان F يكون معها مدرع بسيط على سبيل المثال if anyone طيب بص شايف الجملة اللي هناك جواب الشرط فيها ايه؟ فيها مصدر take فعل في المصدر انت مطالب ان انت تاخد برضو معها مدرع بسيط if in one finds تمام طيب بص معاني قلت لك كمال لو don't زياد الفعل في المصدر او don't تمام جملة F لازم يكون معها برضو مدرع بسيط يبقى كده معانا ملاحظة رقم واحد ان في infinitive don't زياد infinitive يبقى انت جاب الشرط او فعل الشرط معانا اللي هو if بيكون معا مدرع بسيط تمام الحاجات دي تكتب وتحفظ مش عايزين نتكلم عليها كثير طيب لو لجيت let's برضو برضو نفس الكلام اهو let's go if you عايز برضو معايا مدرع بسيط تمام ملاحظة اللي بعدي have better have better plus infinitive برضو نفس الكلام بناخد معا مع فعل الشرط اللي هو if بناخد معا المدرع البسيط اهو if mom خدنا هنا بجهاز شمعنى احنا ممكن ناخد اي حاجة تانية ممكن ناخد well لا مناخدش well لان هنا في كلمة you'd better help اللي هي you have you have better help تمام طيب رقم اربع ودرازر درازر بلس infinitive مثال i'd rather revise for tomorrow's exam if i want يبني هنا برضو خدنا مدرع بسيط طيب ايه تانية رقم خمسة can could you بلس انفنيتف هنا ده سؤال لو في معانا سؤال في can او في could plus subject plus infinitive يبقى برضو نفس الكلام مثال if i لو بصرنا في ناحية تانية يقولك could you lend me some يبقى على هطول ان خطة مدرع بسيط مش هنشرح كثير في الكلام ده شان خطر ما نطولش الوقت مجرد بس ان انت تكتبه مراحفظ ومراحته وخلاص على كده مش محفوظ ومش محتاجين فاهم يعني طيب it's plus هنا adjective اللي هي الصفة to زاد الفعل في اين في المصدر مثال على كلام ده it's easy to get get married if i find خط برضو ايه فعل في المدرع البسيط good flat طيب ست سياغ معينة تمام وخلصنا منهم طيب امتى بقى نستخدم wills infinitive فيهم لجواب الشورت اذا كان بقى فعل الشورت يتكون من السياغ اللي انا هقولك عليه ثلاث سياغ بسيطين اكتبوا معي يبقى هناك ستة وهنا ثلاثة خلصت من الموضوع ده if معها subject فعل would like معها would love معها would prefer على سبيل المثال if you'd like to travel by plane i will get خلاص يبقى معانا if معها فعل معها would like love would prefer مفروض انها حتنا يكون في will زاد الفعل في المصدر ايه تانية سيدة رقم اتنين جالك لو جيت if معها فعل معها مدرع بسيط msr plus verbs plus nj يبقى على طول برضو انها حتنا يكون في will تمام انها حتنا يكون معك في ايه will if you are traveling to a swan next week i will go go with you تمام كده طب اخر واحدة معنا if معها برضو فعل معها have has pb تصريف الثلاثة الفعل اللي هو زمن المضارع التام كذلك برضو هناك انها حتنا يكون في will زاد الفعل فين في المصدر if you have او if you have done your homework i will let you go out تمام تعال باجا نطبق كده ناخد شوية جمال بسيطة مش هنطول في الشراحات زي ما قلت لكم لانا عندنا تطبيقات هتكون ان شاء الله بعد لما نخلص ان شاء الله الواحدة او الحالة التانية او الحالة التالتة ان شاء الله هكون في تطبيقات على هم كلهم ان شاء الله هنتكلم عنهم باستفادة في الاستفادة في الاستفادة ان شاء الله تمام ناخد باجا شوية تطبيقات كده مع بعض واحدة واحدة وزي ما وعدكم ان شاء الله دونا خمس تطبيقات بس وان شاء الله بعد لما نخلص باجي الحالات هناخد تطبيقات كاملة ان شاء الله على كل الحالات اول حاجة طبعا عايزك تبص ليها اللي هو جزء من يتبص الجواب الشارت او فعل الشارت تمام طب هنا لو جينا will يبجانا جسن المفروض مدارع تعال نشوف في حاجات كتيرة تنفع مدارع اف عمر نجات problem i will help him طب لو هو ما عندوش ولا لو هو عندو اكيد لو هو ما عندوش طبعا الناس اللي اختارت هاز هي اللي صح عشان ما نطولش بس رقية نجات طب لو بصينا هنا هنلاقي ask مدارع طب يبجانا جسن مين نجسن will طب احد يقول لي ما فيش will هنا لا يا سيد انت كبرت خلاص عارف انها منفية هنا يبجى won't agree تمام طب طب نكمل هنا في won't will يبجانا عايز مين يبجانا عايز المفروض المدارع البسيط يا شباب ازي ما قلت لك هما جوز اين مدارع بسيط والحاجات الثانية will وطبعا تحفظ الحاجات اللي انا قلت لك عليهم اللي هي الواحد اتين اللي هما السبع او التمن حاجات اللي انا كلمتك عليهم في الملاحظات طب ازيان هنا انا عايز مدارع يبجانا هجولي لو انت شايف ان الحمارك بتاعك مش صعب انا مش حساعدك خلاص تعال اللي بعدها هنا ده سؤال خلي بالك ودايما السؤال مش بيكون في الجزء الخاص بF مش هتلاقيه هنا هتلاقيه في الجزء اللي قابله يبقى انت هنا الجزء الخاص بF بيكون مضارع والسؤال دايما بيكون مستقبل يبقى انت عايز معك طب مين سؤال هنا مفيش غيرها يبقى لو في اي مشكلة طبعا بكرة اللي بعدها بردو زي ما قلت لك هتلاقيه هنا هتلاقيه ان ده سؤال طيب بص بالله عليك ان انت معك if دايما بتكون في المضارع if will ما بيجوش مع بعض اذا انت عايز هنا السؤال بيكون في جزء will اللي هو مستقبل البسيط يبقى what do you think عايز will زائد الفعل في المصدر يبقى what do you think will happen if i stop wearing this plant تمام اللي انا بطلت ان انا اسكي ان ابدا ان شاء الله زي ما قلت لكم في تطبيقات كتيرة بعد لما خلص الوحدات السلام بالراحة كده عايزك تفهم واحدة واحدة اشتركوا في القناة